خطوة مهمة نحو الاستفادة من القدرات الشابة بين طلاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة كاركوك لتطوير قابلياتهم وقدراتهم في رياضات عدة ومنها كرة اليد التي اكتسبت أهمية بعد أن استطاع ناذي الفتاة أن يحقق لقب الدوري العراقي لعام 2023 لأول مرة يقيم الاتحاد الفرعي لكرة اليد دورة تحكيمية لخمسة وثلاثين مشاركا وأريد أن أؤكد أن المشاركين حقيقة أبدوا اهتماما كبيرا بهذه الدورة التي نسأى من خلالها إلى إعداد حكام لكرة اليد لمحافظة كاركوك برعاية الاتحاد الفرعي المؤقت لكرة اليد وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اختتمت الدورة التحكيمية لخمسة وثلاثين مشاركا من الطلاب والطالبات والتي استمرت ليومين ألقيت خلالها محاضرات نظرية وعلمية حضرها المحاضر القاري كمال فائق لتعريف المشاركين بقوانين اللعبة وآخر التغييرات التي طرأت عليها طلبة كلية التربية الرياضية اللي هو أساسا أن يتعلمون كافة قوانين اللعبة لاستخدامها في المستقبل القريب أثناء التعيين بالنسبة للحكام نحن في نقص في مدينة الكاركوك الحكام بعد تقاعد الحكام الأولين فالهدف من هذه الدورة هو التوقف عند استفادة من الحكام التي دخلت الدورة لاستفادة منهم في بطولات الداخلية لإتحاد الكاركوك المشاركون بدورهم أكدوا على همية الدورة في تطوير قدراتهم وهي فرصة لهم في التوجه نحو اختصاصات رياضية في المستقبل وتحفز ما لان يطمحوا ليكونوا حكاما محترفين طلاب تربية رياضية هذه الدورة كل شي تفيدنا لأننا نتخرج أكو يتوجهون للتحكيم أكو لاعب بعضين هم يتوجه كتحكيم فمعلومات حلوة أخذنا من خلال هذه الدورة التحكيمية وفرصة كانت كل شي حلوة للطلاب إعداد الحكام من الشباب والشابات هو ضمن منهج الاتحاد الفرعي المؤقت لكرة اليد لتطوير اللعبة والسعي المستمر للارتقاء بواقع كرة اليد في كاركوك جيار سعيد زاكروس تيفي كاركوك